في إنجاز تاريخي رياضي جديد لمملكة البحرين حققت العداء الكيمي المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم للصلاة المغلقة التي تحترنها مدينة بورتلاند الأمريكية بعدما تصدرت سباق أربعمائة متر وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النايب الأول لرئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد بحريني لألعاب القوى أسمى آيات التهاني وتبركات إلى عاهل البلاد المفدة وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية وأكد سموه أن الإنجاز العالمي يعد ثمرة من ثمار الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للحركة الرياضية والمتابعة المستمرة والاهتمام من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لقطاع الرياضة الذي شهد نقلة نوعية كبيرة وأضاف سموه أن النتائج المتميزة التي حققها أبطال وبطلات ألعاب القوى يعتبر تأكيدا جديدا على ما تتمتع به رياضة ألعاب القوى البحرينية من مكانة مرموقة على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي مشيرا سموه بروح التحدي والإصرار للعداءة التي قدمت مستوى رائعا في البطولة وأضاف سموه أن تواصل الإنجازات لرياضة ألعاب القوى تعكس سلامة الخطط والبرامج الفنية التي يتبعها الاتحاد في سبيل إعداد وتهيئة اللاعبين لمختلف المشاركات الخارجية وأكد سموه أن هذا الإنجاز سيشكل دافعا من أجل المضي قدما لتحقيق المزيد من النتائج الرائعة في مختلف الاستحقاقات القادمة أو بالأخص دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد ريو 2016 ترجمة نانسي قنقر